انتهينا من التباديل الآن سنبدأ في التوافق التوافق طبعا تذكر أنه لا يهتم بالترتيب مثل تكوين المجموعة وإذا اخترنا أفراد لا نحدد مناصبهم وهذا هو قانونه ويقرأ نون توافق ر يساوي مضروب النون هذا مضروب النون على مضروب اللي تحت الذي هو رأ وفي المقام نزيد مضروب الفرق بينهما نون ناقص ر هذا القانون نستخدمه في حل مسائل التوافق هنا مثال العميد يريد أربعة طلاب من بين سبعة لاحظ هنا هل حدد مناصب الأربعة لو حدد مناصب الأربعة كانت هذه المسألة تباديل لكن هنا هو يريد أربعة فقط ولم تحدد مناصبهم إذن سنستخدم قانون التوافق الذي هو توافق نحن عندنا سبعة طلاب نزيد منهم أربعة والذي يساوي مضروب اللي فوق الذي هو سبعة على مضروب اللي تحت الذي هو أربعة في مضروب الفرق بينهما سبعة ناقص أربعة سبعة ناقص أربعة تساوي ثلاثة نخرج من السبعة السبعة والخمسة والستة إلى عند مضروب الأربعة يعني بهذا الشكل سبعة ناقص واحد سبعة ستة ناقص واحد سبعة خمسة ونقف عند مضروب أربعة لماذا؟ لأن مضروب الأربعة موجود في المقام وهذه مضروب ثلاثة وبعدا نختصر نختصر مضروب الأربعة مع مضروب الأربعة هنا نستطيع أن نقول ثلاثة في اثنين بستة مع الستة سبعة في خمسة الناتق سيكون خمسة وثلاثين طريقة هنا في هذا المثال كم عدد الطلاب؟ ثلاثة من كم؟ من ثمانية طلاب هل حددت مناصب الثلاثة؟ لم تحدد إذن المسألة توافق في رقم واحد هو يقول بدون أي قيد يعني يريد منك ثلاثة من ثمانية طلاب إذن توافق ثمانية نريد منهم ثلاثة طلاب نحن نعرف أن قانون التوافق هو مضروب اللي فوق يعني مضروب الثمانية على مضروب الذي تحت الذي مضروب ثلاثة في مضروب الفرق بينهما ثمانية ناقص ثلاثة ثم بعد ذلك نخرج من الثمانية ثمانية وسبعة وستة ونقف عند الستة لأن مضروب الخمسة موجود في المقام والثلاثة عبارة عن ثلاثة في اثنين في واحد هذا يمكن اختصاره مع هذا بعد الاختصار سيكون في البص ثمانية في سبعة في ستة على ثلاثة في اثنين في واحد ثلاثة في اثنين بستة مع ستة سبعة في ستة بستة وخمسين طريقة أما هنا فهو اشترط أن يكون أحد الطلاب موجود في كل اختيار إذن هذا الطالب يبعد من المجموعة فيصبح عدد المجموعة كام سبعة وعدد الطلاب الذين سأختارهم اثنين فقط لماذا اثنين؟ لأن اللجنة مكونة من ثلاثة وأنا عندي طالب قد اخترته مسبقا من ضمن المجموعة إذن هذه المسألة ستكون توافيق سبعة ما أخذ منها اثنين ونطبق نفس القانون الذي هو مضروب الذي فوق سبعة على مضروب الذي تحت في مضروب الفرق بينهما سبعة ناقص اثنين بخمسة فأخرجنا من السبعة سبعة في ستة في مضروب خمسة يختصر مع مضروب الخمسة فيكون الناتج سبعة في ستة في مضروب الخمسة الذي يختصر مع مضروب الخمسة والأثنين عبارة عن اثنين في واحد الاثنين يختصر مع ستة بثلاثة ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين طريقة ترجمة نانسي قنقر